أقامت بطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية حفلة تأبيناً للمغبوظ الذكري قدس الإرشمدريد قسطنطين قرمش وذلك على مسرح المبنى الثقافي الرياضي لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية وفي البداية تكلم سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس عن مكانة الإرشمدريد قرمش في جسم الكنيسة المقدسية إكليركياً واجتماعياً والخدمة الجليلة التي قدمها في حقل الرعاية والمجتمع وخلال حفل التأبين الذي حضره عدد كبير من المطارنة والأسقفة وكهنة وشخصيات دينية ورسمية ومجتمعية عبر متحدثون عن دور الأبقرمش الوطني والروحي والمسؤولية التي كان يحملها تجاه الكنيسة بعدها عرض فيلم قصير عن نشأة الأبقرمش وحياته العائلية وخدمته العريقة في الكنيسة والوطن وفي الختام قدمت لجنة التأمين العليا دروعاً تذكارية لعائلة الفقيد التي شكرت من جانبها القائمين على هذا الحفل والحضور الكريم